كسبنا وصعدنا وهنا قابل المغرب وفي طريقنا الكاميرون بس في النهاية هل احنا النهاردة كنا كويسين؟ طيب احنا صعدنا وقدينا اداء شبه مقبول بالمقارنة بالمباراة اللي فاتت لكن هل احنا كنا كويسين عشان احنا كويسين؟ ولا احنا كنا كويسين عشان كودي فور ما كانش كويس؟ ده سؤال مهم لازم نقعد نفكر فيه منتخبنا النهاردة على مستوى الدفاعي قدم واحدة من افضل ماتشاتو ان لم يكن الافضل على الاطلاق مع كارلوس كيروش وعلى سرعاتهم رغم ان انت معندكش سرعات في المناطق الدفاعية لكن هجوميا وتحديدا في الشرط الاول كان عندك مشاكل كتير هنعرفها مع بعض في الحالات ونقطة مهمة فرقة كتير لمنتخبنا في الشرط التاني دي بتبين ان كارلوس كيروش كوتش بيقدر يقرى الجيم وبيقدر يصحح طبيعي طبيعي هتلاقي مفيش افكار واضحة طبيعي هتلاقي في مشاكل كتير واضحة لان 4-3-3 جديدة كليا على لعيبة منتخب مصر افكار مختلفة تماما عن 4-3-3 بتوظيفها بافكار لعيبة وسط الملعب اللي هم اساس فكرة 4-3-3 عشان كده هنحتاج نصبر كتير وممكن نتعرض لمشاكل كتير لكن في النهاية لو استمر كارلوس كيروش وحاول انه يصحح والعيبة بدأت تستوعب الفكرة اسرع من كده ممكن بالطريقة دي نروح في حتة تانية خالص تابعوني انا صاحب الكرة وعندنا كلام مهم عن مباراة مصر وكوتيفورد بدأ منتخبنا يابل شناوي وقدامه 4-3-3 المعتادة حجازي عبد المنعم البندفاع قدامهم على اليمين عمر كمال عالشمال فتوح قدامهم على الدايرة حمدي فتحي قدامه السنائي النني والسلية قدامهم على اليمين محمد صلاح عالشمال مرموش وفي عمك الملعب مهاجم صريح مصطفى محمد ايه بقى المشكلة بالنسبة للتشكيلة دي او بالنسبة للرسم التكتيكي ده ايه كانت المشكلة اللي بيعانى منها منتخب مصر هجوميا في الشوط الاول وازاي كان منظم دفاعيا وايه هي النقطة الفاصلة او اللي فرقت في شكل منتخب مصر هجوميا في الشوط التاني تعالوا مع بعض نشوف النقطة اللي عانى منها منتخب مصر هجوميا في لحظة تحضير الهجمة وان انت تتنقل لمناطق كولدي فوار نلاحظ مع بعض هنا فريق كولدي فوار بيضغط بواحد بس في مناطق تحضير منتخبنا على ثلاثة ليه ثلاثة مبالغ فيه جدا انت عندك كسافة عددية اه لكن في النهاية هو ضد واحد بس يعني انت لو كنت اتنين بس في بناء الهجم حجازي وعبد المنعم على الراجل ده وحررت حمدي فتحي هياخد عين واحد من نص الملعب فممكن تفرغ السلية ممكن تفرغ النمي وممكن احيانا ينزل واحد من السلاسي يستلم هنا في عمق الملعب هنا نلاحظ واحد مع السلية واحد مع النني وفيه واحد قافل على عمر كمال والناحية تانية واحد قافل مع فتوح ده غير نقطة تانية مهمة وهي ان وسط الملعب لعبة التحضير في وسط الملعب كلهم في نص ملعبك فبالتالي المنطقة دي كلها فاضية تماما فما بقتش عندك لعيب يقدر يربط الخطوط ويبدأ يطلعك لقدام عشان تبدأ تشتغل كرة بشكل طبيعي فبقيت بتلجأ للكرات الطويلة اللي ملهاش اي معنى ولا ليها لازمة فبقيت بتخسر الكرة بسرعة فبقيتش بتحسي ان ليك خطورة خصوصا في الشروط الاول نفس الحال والفكرة بص هنا وش النني ووش عمر السلية اللي اتنين نازلين لتحت محدش فيهم وشه الورا او بدأ يبص ناحية جول كوديفور لا كله باصس ناحية جول نحنا كله بينزل لتحت محدش عنده القدرة او عنده الجور انه يبدأ يستلم الكرة ويتحرك هو في المساحات ويدرب المساحات دي غير ولا مرموش ولا مصطفى محمد ولا صلاح بينزله في عمك الملعب عشان يبدأوا يسلم الكرة فبالتالي ما بقتش عارف تستلم الكرة في المنطقة دي والمنطقة دي زي ما انت شايفها فضية تماما فما بقتش عارف تبني الهجمة فبقت بتضطر دايما كلما الكرة تجيلك في مناطق تحضيرك تخلص منها وتشعلق الطويلة البلونة اللي ملهاش اي معنى اللي دايما بيتفوق فيها دفاع كوديفور بص بقى معايا هنا مصطفى محمد لما بدأ ينزل باللي تحت كان في اللحظة اللي حمدي فاتحي بدأ يدي فيها ظاهره للملعب وبدأ يرجع للشينيوي طب ما كامل اول كنت تدي حتى الحمدي فاتحي مؤشر او فرصة ان فيه هنا ممر تمرير ابدأ مرر عشان نبدأ نطلع لمناطق كوديفور فكانت النتيجة انك لعبت الكرة الطويلة بلا برضو اي هدف هم عندهم سرعات وعندهم اطوال فبقوا بيتفوقوا دايما في الكرات الطويلة امتى بتقدر تطلع بالكرة بشكل كويس؟ عن طريق الراجل له محمد صلاح محمد صلاح لما بيسيب الطرف وبيسرق المساحة في عمك الملعب هو عنده الشخصيا يقدر يطلب الكرة في المساحة دي عشان يبدأ ينقل اللعب ويبدأ هو يعمل دور الرابط وفي الحالة دي بيرحل مصطفى محمد هو اللي بيروح عالطرف عشان يضغط او يوقف الراجل اللي معاه عشان ما يطلعش مع محمد صلاح فيبقى محمد صلاح عنده حرية فيبدأ هو ليربط اللعب محمد صلاح يستلم في عمك الملعب بس فيه مشكلة صلاح استلم في عمك الملعب مرموش دخل هنا لجوه عمك الملعب فسحب مع الراجل فبص الفدان ده فدان أرض كبير مين بيستغله؟ فتوح متأخر المفروض ان الفتوح يبقى هنا عشان صلاح ما يخشش هنا على الفاضي صلاح دخل العمك المفروض ان طالما عمر مرموش سحب الراجل في المساحة فضيت صلاح يمرر في المساحة فيطلع فتوح فيبقى ليك شكل وخطورة على مناطق كوديفور لكن ده ما كانش بيحصل لان انت ما عندكش أفكار أصلا وما فيش جمل اللعيبة حافظها الفكرة كلها من أولها لأخيرها مهارات وقدرات لعيبة قدرات لاعب زي صلاح انه يسيب الطرف ويخش العمك الملعب عشان يبدأ هو اللي يربط ويبدأ ينقل المنتخب لمناطق قدام دفاعيا كوديفور بيعتمد على الأجناب دايما الوينجين بيفتحه واحد فيهم بيفتح عشان الباك هو ليخش في لاف سبيس والناحية التانية واحد فيهم دايما بيبقى لوحده في مساحة عشان يستلم الكرات العكسية ففي الحالة دي انت محتاج ايه محتاج ان الوينجين بتاعك يردوا ويردوا كويس عشان يأمنوا الباكين طيب واحد زي محمد صلاح انت مش هتطلب منه أدوار دفاعية بس في بديل البديل هو انه اعتمد في الحالة الدفاعية على 4-4-2 مصطفى محمد وصلاح وهنا مرموش وينجي شمال بيأمن مع فتوح وهنا النيني وينجي مين بيأمن مع عمر كمال وحمدي والسولية اللي اتنين بيحموا منطقة عمك الملعب لحجازي وعبد المنام دي الحالة الدفاعية لحظة بناء الهجمة او لحظة تحضير الهجمة من منتخب كوديفوار لحظ معايا مصطفى محمد قافل الناحية التانية على قلب الدفاع التاني ومحمد صلاح بيحاول يقفل زاوية الباس على الباك الشمال اللي هو احد اهم اسلحة فريق كوديفوار وركز معايا في النيني هنا واحد مع ولعب وسط الملعب وهنا الرجل ده مان تو مان يعني مفيش اي قلق من لعبة وسط الملعب اللعيب الوحيد او المتنفس الوحيد لفريق كوديفوار هو الرجل ده لان ممكن بمنطقة البساطة الرجل ده يطلع ببص واحد الرجل ده فيدخله في مساحة ويطلعه هنا اتنين على عمر كمال عبد الواحد لكن ركز في النيني واقف فين النيني واقف بيرجع مع الهجمة بصص على الكورة وفي نفس الوقت مأمن الرجل ده عشان الرجل ده مجرد ما يزيد محمد النيني يبدأ يرجع فيرد ويعمل سنائية هنا مع عمر كمال مش بس كده كمان حمدي فتحي في الحالة دي هو اللي بيرحل عشان يعمل تالت في الناحية الدفاعية وهنشوف ده في الحالات اللي جاية ده اللي انا بقول لكم عليه واحد هنا رايح يقابل عمر كمال في التغطية جاي يكمل محمد النيني وفي الترحيل هنا معاهم حمدي فتحي وكمان طبعا حجازي فانت بتتكلم هنا في مربع دفاعي ليه منتخب مصر على واحد بس من كودي فور عشان كده انت محسيتش ان كودي فور عنده خطورة لان انت قفلت المنطقة دي كويس وهو ما كانش عنده افكار كتير انه يبدأ يحرر لعيبته او يبدأ يعمل كبهات وكسفات فكان مستسلم تماما للضغط والرقابة اللي انت كنت عامله كذلك الحال الناحية اللي ناك ده فتوح مش فتوح هو اول واحد بيقابل لا انا مأمن الباج بتاعي هنا عمر السلية بيقابل جنبه مرموش ومرحل معاهم حمدي فتحي هنا عشان بتقفل وبتداية المساحات في منطقة الكورة عشان ما تخليش فريق كودي فور عنده اريحية انه يبدأ يعكس اللعب فيضرب لك المساحة دي عشان الراجل اللي واقف هنا ده يستلم بمنتهى الاريحية هي الفكرة عمر كمال بيقابل محمد انني دايما في التغطية لانه بمنطقة البساطة شي لانني من الحالة دي الراجل ده ممكن يخش واحد ضد واحد لعمر كمال سرعة ومهارة هو اعلى طبعا فيقدر يكروت الراجل لكن وجود الانني داي من في ظهر عمر كمال او جنب عمر كمال بيمنع الراجل انه يخش في مرحلة واحد ضد واحد لانه طبيعي انا مش هخش واحد ضد واحد وفيه واحد مغطي الباكل معايا انما لو الباك في مسافة بينه وبين اللعيب المغطيه هخش واحد ضد واحد وطبعا جرادال يقدر يتفوج وياكل عمر كمال عبد الواحد في الحالة دي ركز معايا فريق كوديفور بيبدأ يقطر الكسافة العددية في الناحية دي عشان يبدأ يمرر كتير فيخلي منتخب مصر يبدأ يرحل عشان يوفر مساحة الراجل الباك الشمال يبدأ يطلع ويعمل كسافة هنا مع جرادال ويبدأ يشتغل في الهوف سبيس ركز في النني النني طالع باصس بجنبه عانيه عشان المساحة دي لو لقى حد فيها بيتحرك يبدأ يرجع هو كمان يرد مع عمر كمال فيعمله قفل هنا لمنطقة الطرف الشمال لكوديفور هي دي اللي انا بقول لكم عليها بصوا عمر كمال داخل لجوه عمك الملعب مع الراجل هنا محمد النني هو اللي مكمل وقافل وسابق هو الظهير عشان ما يحطش عمر كمال فموقف اتنين على واحد او واحد على واحد يقدر المهاجم يكل عيش عليه بالمناسبة احنا ما كناش بنضغط عالي لكن لما ضغطنا عالي عملنا منتهى الخطورة على كوديفور لاحظ معي هنا محمد صلاح بيضغط على حامل الكرة مصطفى محمد قافل على لعب التحضير في عمك الملعب عمر مرموش قافل على الراجل ده وفي نفس الوقت قافل زاوية الباصة على الراجل ده سلاسي وسط الملعب محوطين السنائي في قلب الملعب فبالتالي مفيش حلول لمنتخب كوديفور انه يبدأ يخرج بالكرة الكرة اضطر المدافع ايريك بايلين هو يلعب اي كلام هنا عمر السلية بأسبقية الدفاع سبق وهنا عمر مرموش في مساحة فاضية تماما فيحصل ان مرموش يستلم في المساحة هنا بدون ضغط خالص يمرجح رجله ويحطها وتيجي في العرضة وتعمل شكل وتدي ثقة كبيرة لمنتخبنا ان احنا نقدر نباغط ونهاجم كوديفور رغم تعدد محاور الهجوم وعناصر المهارات الفردية عند فريق كوديفور لكن وعلى الرغم من تفوقنا الدفاعي وان احنا تقريبا قفلنا كل خطورة منتخب كوديفور وكل مفاتيح اللعب عندهم الا ان في مشكلة دايما بتواجه منتخبنا رغم ان احنا بنلعب بتلاتة في وسط الملعب والتلاتة شبه بعض لاحظ هنا الراجل ده بيطلع بياخد الكرة الاولى كرة طويلة ملعوبة هو اطول بيقدر يتفوق فبيقدر يتفوق في الكرة وبيهياءها عشان يلعبوا على السكند بول لاحظ معايا حمدي فاتحي راجع الورا ان اني والسلية تضربوا خلاص لان طالما هم فوق خط الكرة فهم بره اللعب فيحصل ان السكند بول تتهايق هنا لفرانكي سيه يبدأ يستلم هو في ظهر وسط الملعب بدون ضغطة تماما ودي مشكلة بتواجه منتخبنا باستمرار ومش هنعرف نصلحها نفس الكلام الكرة تتلاعب طويلة دايما بتلاقي اما وسط الملعب بره خالص او سايب خط الدفاع او دايما بتلاقي ان هم مرميين جدا في حضن الدفاع فبالتالي السكند بول بتكون لكودي فور اتلاعبت الكرة الطويلة بتتهيأ السكند بول السكند بول هنا على حدود الزون فورتين الراجل شطها في الزاوية دي لو كانت قوية شوية كان ممكن تعمل مشكلة لمنتخبنا لولا سطر ربنا في الشوت الاول هجوميا امتى كنا بيبقى لنا شكل لما المنطقة دي في حد بينزل يستلم فيها وتحديدا محمد صلاح اللي في رأيه الشخصي قدم واحدة من افضل ماتشاته في البطولة لما محمد صلاح بيسرق دايما وبيخش جوه عمك الملعب وبيبقى جاي يكشف الملعب وجاي بوشه دايما بيعمل خطورة دايما بيدي حل للعيبة وسط الملعب اللي ما عندهاش القدرة انها تخرج بالكورة او تعمل تمريرات مفاجأة لدفاع الخصم فكانوا دايما بيلاقوا متنفس وحل هو محمد صلاح لما بيسرق المساحة ويخش في عمك الملعب عشان يجيب وشه فبتبقى النتيجة انه بيخش مصطفى محمد هنا بيقطع بيمرر له عكس حركة الدفاع عشان يواصل مصطفى محمد في منطقة قيسة سوق ارضية الملعب اتصارت كتير على الكورة دي ففي النهاية راحت ضعيفة في الزاوية الدايقة ما استفدناش بيها او لكن وصلنا ليه مناطق كوديفور وزي نقول لكم كل ده بيدي الثقة لمنتخبنا اللي هو فاقد اصلا الثقة عمر كمال عبدالواحد في المعتاد في المعتاد هو في الحالة دي هيمرر للنني والنني يمرر لحمدي فتحي او يرجع الوراء لكن عشان وجود صلاح اللي سرق المساحة هنا وساعده عمر مرموش اللي دخل مكانه عشان يوقف الراجل فيخلي محمد صلاح بيستلم في البوكت بشكل طبيعي جدا ومنتهى الاريحية نقل الكورة على محمد صلاح محمد صلاح استلم وقف على الكورة طلع عمر كمال والرجل دي طبعا ما يقدرش باي حال من الاحوال انه يتير على عمر ويسيب محمد صلاح ففضل ما بين البنين وزي ما بنقول دايما المدافع لو اتأخر جزء من الثانية المهاجم هيأكله ايه الميزة اللي ضافها منتخب مصر او كارلوس كيروش لمنتخب مصر في الشوت التاني الشوت التاني اتحول نوعا ما وبقينا اخطر هجوميا عشان نقطة مهمة جدا وهي الراجل ده عمر السلية عمر السلية بقى بياخد حرية اكتر فبقيت تلاحظ ان الشكل بقى اقرب ليه اربعة اتنين تلاتة واحد فبقى عندك خطورة بقى دايما في حد بيقدر يملى منطقة البوكت هنا ويبدأ يستلم فبقى منتخبنا شكله افضل لاحظ معايا محمد صلاح في موقف واحد ضد واحد مصطفى محمد بس هو اللي في منطقة الجزاء طب محمد صلاح ممكن يعمل ايه مصطفى محمد بدأ يقطع على الايم الاول عشان يسحب الراجل ده عشان عارف انه في حد في ظهره الطبيعي انه مرموش لكن يبدأ يخش في المنطقة ويطلب الكرة عشان صلاح يمرره له ويدي انفراط تمام لعمر السولية فعمر السولية هنا يبقى مواجه للجول وعنده يمرر لمصطفى يسدد بشكل افضل من اللي قرره لكن زي ما بقولكو ارضية الملعب بتأثر كتير على نطة الكرة فاللعب ما بيركبش الكرة بشكل كويس فبالتالي دايما الكرات ما بتكونش التنفيذ بتاعها احسن حاجة اتمنى الحلقة تكون عجباتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للشانل وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة